اشتركوا في القناة وعدوان واختلاف ما دمنا نعمل في الأسواق التجارية مع بعضنا البعض إذا حصل بيني وبينك اختلاف متوقع وكل منا يرى بأن الحق له ممكن الملاحظ أن عدداً لا بأس به من العاملين في الأسواق إذا تنازعوا لم يجدوا حلاً أو لم يفكروا أصلاً إلا بطريق واحدة وهي الترافع إلى القضاء الأمر الذي يرين عشرات آلاف الدعاوي مكدسة أعباء عند القضاء تطول المدد في الفصل فيها وتزيد الخصومات ويتوارث الأبناء أحقاد الآباء ويشهر كل طرف بصاحبه ويخسر الجميع قالت دراسة قانونية في دولة عربية صغيرة المساحة قليلة عدد السكان يقدر عدد القضايا الواردة إلى المحاكم غير الجزائية بنحو أربعمائة وأربعين قضية في كل يوم دولة عربية صغيرة المساحة قليلة عدد السكان كل يوم أربعمائة وأربعين قضية في الغالب خصومات مالية أو ما شابه ولأهمية التحكيم في فض النزاعات وإشاعة الصلح بين الناس حوى قانون وصول المحاكمات في سوريا باباً مستقلاً للتحكيم ثم صدر عام 2008 قانون خاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية ليشجع رجال المال والأعمال على الأخذ بمبدأ التحكيم والمصالحة بعيداً عن التقاضي والقضاء بل لقد أوجد العالم اليوم مراكز تحكيم تجاري إقليمية ودولية ومن أجل هذا كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس إذا منترافع المحاكم لما القاضي يطلع الحكم في الغالب في الغالب ستمتلئ الصدور ضغائن وإحام كان سيدنا عمر يقول رد الخصوم حتى يصطلحوا باركي بدبروا حالهم باركي بيتفوا على صلح بيناتهم باركي في بيجمين بيحكم بيناتهم من دون قاضي أحسن رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر